نقول الله ودود يعني محب لكم عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن منزي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفذ أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنا وخزائني لا تنفذ أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوعد تفتقد تتعب يعني بجوارحك تتعب بقلبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فهو عزتي وجلال ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموذة وان انت لم ترضى بما قسمته لك فو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها الا ما قسمته لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم اطلب منك عمل غد يا ابن آدم انا لك محب اهي يدبتع وددبا انا لك فبحقي عليك كن لي محبا